مؤلم، ومقالات كثيرة عن الموضوع، مثل الذي بعنوان التاريخ المنسي لحدائق الإنسان، لكنها مقالات تحتوي صوراً مكشوفة لأن بعض حدائق الإنسان كانت تمنع هؤلاء البشر من ارتداء الملابس بل تتركهم عراتاً تماماً، رجالاً ونساءاً والمطلوب منهم أن يخرجوا لزوار الحديقة ويستديروا ليتأمل هؤلاء الرَّاقون تلك المخلوقات على اعتبار أنهم حيوانات هذه طفلة في بروسلز ببلجيكا عاملها البيض على أنها أحطوا منهم في السلم التطوري فكانوا يحتفظون بها في قفص ويطعمونها كالحيوانات وهذا أوتا بنغا عام 1906 والذي قتل التجار أهله وقبيلته في إفريقيا ليبيعوه إلى الداروينيين الذين اعتبروه دليلاً على التطور وكان مطلوباً منه أن يتصور مع الشنبانزي في حديقة برونكس في نيويورك ومثله كثير وهذه الصورة في فرنسا امرأة مع طفلها في حديقة إنسان وهذه صورة من قرية زنوج في فرنسا حيث كان السود يستعرضون مع الحيوانات وقائمة المآسي الداروينية تطول بل لم يسلم الداروينيون من شر أنفسهم وباسم الداروينية أيضاً فبعضهم رأى نفسه أرقى من البعض الآخر تطورياً فبعد أربعين عاماً من كتاب داروين أصل الإنسان قامت الحرب العالمية الأولى ما علاقة الحرب العالمية الأولى؟ أليس سببها حسب ما تعلمناه في المدارس هو اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب صربي هذه كانت مجرد شرارة لا تفسل اشتعال أوروبا كلها خلال أيام لتنخرط في هذه الحرب إنما كانت هناك عوامل شحنة النفوس للحرب أسباب دينية سياسية ومن أهم الأسباب انتشار الداروينية الاجتماعية التي هيئت كثيراً من الأوروبيين المؤمنين بها لدخول الحرب والتصرف فيها كحيوانات برية فالصراع وسفك الدماء هو قانون الطبيعة عندهم وقد ذكر هذا الدورة الداروينية في الحرب كثير من الكتاب كالكاتب البريطاني جيمس جول في كتابه منابع الحرب العالمية الأولى وكذلك ريتشارد هافستاتر في كتابه الداروينية الاجتماعية في الفكر الأمريكي والذي أُلف أثناء الحرب العالمية الثانية بل وأنتج الفكر الدارويني كبار السفاحين كهتلر الذي أسس النازية على تميز العرق الآري الألماني كما في كتاب الداروينية وهولوكوست العرقية النازية واستالين كما في كتاب علامات في حياة استالين لياروسلافزكي والذي جاء فيه في سنٍ مبكرةٍ جدًا وبينما كان لازال تلميذاً في المدرسة الكنسية نضج لدى الرفيق استالين العقل النقدي والمشاعر الثورية حيث بدأ القراءة لداروين وأصبح ملحدًا وقبل عامين نشرت السيانان الأمريكية تقريرًا بعنوان الحرب مظهرٌ من مظاهر الدارونية الاجتماعية خلوصة إلى العبارة التالية عندما تلعب الدارونية الاجتماعية في غابة السياسات الدولية فإن الحروب تبدو حتمية هنا سيقول لك الملحد هناك في المقابل حروب لا تحصى بدوافع دينية أولًا لا يعنينا المقارنة بالأديان بعمومها فمنها الحق ومنها المحرف ومنها الباطل لكن أقول هنا نحن نتكلم عن داروينية الحرب فيها هدف بحد ذاتها ولا أخلاق لها ولا ضوابط وليس هذا سوء ممارسة لها بل هي كذلك هذا فكرها أما الحروب في الإسلام فسنناقش لاحقا بالتفصيل بإذن الله إن كانت هدفا بحد ذاتها وما أهدافها وضوابطها وأخلاقياتها وحتى ذلك الحين سنضعه في التعليقات محاضرةً كنا نشرناها عن الموضوع ما القيم التي ينادي بها كثير من الملحدين الداروينيين هذه الأيام الحرية المساواة حقوق الإنسان حقوق المرأة تعالوا نرى وضع المرأة حسب الأسس العلمية الداروينية كان داروين قد بذر بذور وصف المرأة بالدونية تطوريا ففي كتابه أصل الإنسان عقد فصلا بعنوان القدرات الذهنية للرجل والمرأة وقال فيه عن بعض خصائص المرأة هي خواص الأعراق الأدناء ثم جاء العالم الفرنسي المعروف غوستاف لوبون ليقول في منشور علمي في المجلة العلمية ربيو دي أنثروبولوجي عام 1879 المجلد الثاني العدد الثاني وما سأقوله هنا غريب صادم لذلك أضع لك المرجع فراجعه وقد رعيت الترجمة الحرفية لما ورد في النسخة الإنجليزية من المجلة مع اختصار فقط وهو نقل طويل سأقول في آخره انتهى لتعرف أنه انتهى يقول غوستاف لوبون في أكثر العرقيات الذكية كما في الباريسيين هناك عدد كبير من النساء اللواتي حجم أدمغتهن أقرب إلى الغريلات من الرجال الأكثر تطورا وهذه الدونية واضحة جدا كل علماء النفس الذين درسوا ذكاء النساء يدركون اليوم أنهن يمثلن الأشكال الأكثر تدنيا من تطور الإنسان وأنهن أقرب للأطفال والسذج منهن للرجال البالغين المتحضرين بلا شك هناك نساء متميزات أرقى بكثير من الرجل المتوسط لكنهن استثناء كولادة أي مخلوق مشوه على سبيل المثال غرر برأسين وبالتالي فيمكننا أن نهمل وجود هؤلاء النساء تماما انتهى كلام لوبون وأعتذر لأخوات المتابعات لكن كما يقال ناقل الكفر ليس بكافر ولدكتور جيري بيرجمان عدة مقالات تبين دونية المرأة في النظرة الداروينية وهي مترجمة في كتاب المرأة بين الداروينية والإلحاد مما سبق أظنه أصبح واضحا أنه على أساس التطور الدارويني الذي يتبناه الملحدون لا مساواة ولا حرية ولا حقوق إنسان ولا حقوق مرأة فهذه القيم التي ينادون بها تهدمها داروينيتهم تعالوا الآن يا أخواني إلى مناقشات مع الملحد سيقول لك بعض الملحدين نحن لا نتفق مع كل هذه التصرفات التي تمت باسم الداروينية والإلحاد بل نؤمن بقيام المساواة بين البشر لكن السؤال لهم حينئذ ألا تخونون داروينيتكم بهذا أنتم بهذا تحيدون عن النتائج العلمية لنظرية داروين في نظركم تحت وطأة انتشار شعارات حقوق الإنسان وحقوق المرأة فحسب داروينيتكم عليكم أن تكونوا أوفياء للصراع قانون الطبيعة الذي جاء بكم إلى هذه الدنيا وألا تخونوا الطبيعة العمياء التي جاءت بكم وألا تمنعوها من السير قدما في مسروع الانتخاب الطبيعي للأقوى في الداروينية ليس هناك أي مبرر للتحلي بأي من الأخلاق بل إن الصراع الدارويني يتطلب من العرقيات التي ترى نفسها أرقى تطوريا أن تتحلى بأخلاق الأنانية والطمع والاستئثار والاعتداء على العرقيات الأحط منها لتبيدها وتتكاثر على حسابها أنت أيها الملحد أمام أحد خيارين إما أن تتبع أسلافك هؤلاء وتتبع نهجهم الإجرامي عفواً الأخلاقي حسب داروينيتكم أو أن تقر بالقيام الأخلاقية وقيام المساواة بين البشر من حيث الأصل وترفض الممارسات الداروينية المذكورة وحينئذ فأنت تناقض نفسك لأن تفسيرك المادي للكون لا يصلح كأساس للقيام المعنوية كما بينا في الحلقة الماضية ولأن اقتراضك لأخلاق من خارج منظومتك الفكرية المادية هو اعتراف ضمني منك بفشل منظومتك المادية الداروينية وعدم كفايتها في تلبية حاجات الإنسان إنك أيها الملحد حين تتبنى قيماً إنسانية في التعامل مع كافة الأجناس دون تفرقة وعندما تتبنى قيمة الرحمة بالضعفاء تكون قد مارست ممارسات لا أخلاقية حسب داروينيتك تكون قد فعلت كما في المثال الذي ضربناه أول الحلقة سمحت لكائنات أدنى في السلم التطوري بالتكاثر على حساب الكائنات الأرقى نحن إن اعتنينا بالقرود على حساب الإنسان لم يكن ذلك سلوكاً أخلاقياً داروينيتك تجعل رحمتك بالأجناس الأخرى والضعفاء والمعاقين تبدو مثل هذا السلوك انظر إلى علمائك الذين انسجموا مع داروينيتهم ولم يناقضوا أنفسهم يقول تيلة من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أو الإفلاس أو مساعدة الضعفاء أو محدودي الإنتاج مجرد مساعدة هؤلاء خطأ جوهري في النظرية الدارونية لأنه يتعارض أساساً مع الانتخاب الطبيعي وطبقاً لهربرت سبينسر فإن فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة في الحماية الصحية وتلقيح المواطنين تعارض أبسط بديهيات الانتخاب الطبيعي وكذلك مساندة الضعفاء أو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم هؤلاء علماؤك إن سجموا مع نظريتهم بماذا ترد عليهم وبأي حق تخطئهم وعلى أي أساس علمي تبني تحليك بالأخلاق الحميدة وقد وصف ريتشارد ذيكهارت مثل هذا التفكير بقوله لقد نجحت الدارونية أو تأويلاتها الطبيعية في قلب ميزان الأخلاق رأساً على عقب ووفرت الأساس العلمي لهتلر وأتباعه لأقناع أنفسهم ومن تعاون معهم بأن أبشع الجرائم العالمية كانت في الحقيقة فضيلة أخلاقية مشكورة ثم إذا ساويتم أيها الدارونيون بين الإنسان السليمي والمعاق والذكي والغبي والذكر والأنثى فبأي مبرر عقلي وقفتم عند هذا الحد لماذا لا تتابعون فتساوون الإنسان بالشمبانزي والغوريلا وسائر الكائنات القريبة من الإنسان تطورياً حسب معتقدكم خاصةً وأنكم لا تؤمنون بقيمة روحية مميزة للإنسان تميزه عن الحيوانات يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه ما خلاصته إننا لو كنا نؤمن حقاً أن الإنسان مجرد كائن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة فإنه لابد أن تتساوى الكائنات جميعاً في الحقوق وبالتالي لا يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق المساواتية فإما طبقية متوحشة أو مساواتية مستحيلة يقولون لك هناك ملحدون أخلاقهم حسنة فنقول ليس سؤالنا عن إمكانية أن يكون الملحد حسن الأخلاق أو المؤمن سيء الأخلاق بل السؤال العقلاني هو هل الإلحاد يؤدي إلى الأخلاق الحسنة؟ لا شك أن ما لدى بعض الملحدين من أخلاق حسنة ليس سببه إلحادهم فالاعتقاد بأننا في هذه الحياة بلا هدف بلا رقيب بلا جزاء على أعمالنا خيرها وشرها هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون دافعاً نحو الأخلاق الحسنة لكن الإنسان في النهاية يتأثر بمجموعة عوامل كالتربية في الصغر والبيئة المحيطة وليست القناعة الإلحادية هي العامل الوحيد في صياغة الأخلاق أما الإيمان بوجود الله إيماناً صحيحاً ضمن التصور الإسلامي فإنه يدفع نحو مكارم الأخلاق وإذا كان لدى المؤمن سوء خلق فهذا لنقص في إيمانه لا أن الإيمان هو الذي تسبب في سوء الخلق أو أدى إليه الملحد ينسجم مع إلحاده إذا تحلى بأسوأ الأخلاق ويمارس فصاماً نفسياً ويخون ماديته إذا تحلى بمكارم الأخلاق يقول لك الملحد العلم الحديث يساعدنا في إبطال أخطاء نظرية داروين التي أدت إلى تفرقة وطبقية دون هدم النظرية من أساسها أعود وأؤكد أن هذا ليس مقام تفنيد التطور الدارويني لكن كجواب على هذه النقطة نقول التطور الدارويني يؤكد على أن كل الكائنات بما فيها الإنسان هي في تطور مستمر وهذا يلزم منه وجود أعلى وأدنى في أعراق الإنسان الموجودة حالياً هذا لا خلاف عليه بين الداروينيين قد يقع الخلاف بينهم على معيار هذا التفاضل التطوري هل هو حسب حجم الجمجمة أو لون العينين أو بروز الجبهة أو حجم الأنف أو الذكاء أو المهارات أو البنية النفسية إلى آخره لكن من حيث المبدأ لا بد من وجود أدنى وأرقى في الأعراق البشرية حسب الداروينية مما يؤدي حتماً إلى التفرقة البغيضة التي رأيناها تفهم بعد هذا كله نعمة تأكيد الإسلام على مساواة البشر بعضهم ببعض من حيث الأصل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقِنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أَتْقَاكُمْ فَجَعَلَ مَا جَالَ التَّنَافُسِ أَمْرًا يَمْلِكُ الْإِنسَانُ أَنْ يَصْعَى لِتَحْصِيلِهِ التَّقْوَى لا لون البشر ولا حجم الشفتين ولا تفلطح الأنف وتدرك بعد هذا كله نعمة الإسلام الذي يقول نبيه عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لي أبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ويقول النساء شقائق الرجال فالحمد لله الذي هدانا إلى أننا لم نوجد في هذه الأرض من أجل الصراع بل لعبادة الله الذي جعل من أهم وسائل عبادته إحسان الإنسان للناس والرحمة بضعفائهم وإيثارهم على نفسه والسلام عليكم ورحمة الله